طيب سلام عليكم مساء الخير كيف اخباركم ان شاء الله طيبين للناس الفي اللايف سلام عليكم كيف مسيت وكلكم كده يا اخي والله العظيم مشتاقين كيف اخباركم طمينون عليكم يا اخي ربنا احفظكم وقريبا ان شاء الله يعني بتثبت لكم الصفحة باذن الله وتاني يعني في كل لحظة اه نخوش لايف مطمئنين وامورنا طيبة باذن الله وما بجي كون اي عوجة باذن الله اهلنا في البيوت سلام عليكم امهاتنا وابانا الكرام كيف اخباركم ان شاء الله طيبين كيف مسيت وان شاء الله طيبين اخوانا واخواتنا سلام عليكم ابنانا وبناتنا كيف اخباركم ان شاء الله طيبين اه قوات مسلحة كيف اخباركم ان شاء الله طيبين جوية سلام عليكم سلاح الجو السوداني كيف اخباركم ان شاء الله طيبين اه قيادة عامة كيف اخباركم ان شاء الله بخير اه طمنون عليكم ان شاء الله انتم كويسين ان شاء الله ما عندكم عوجة اه كل الناس في اه السودان وبر السودان والأسر المستنفرة ويعني في أي حتة في العالم السلام عليكم السعب السوداني الشعب الكريم الشعب الطيب إن شاء الله كيف أخباركم إن شاء الله بخير طمنون عليكم إن شاء الله أنتم عندكم معوجة وإن شاء الله طيبين قوات مسلحة مستنفرين مقاومة شعبية قيادة عامة قيادة خرطوم قيادة برسدان كيف أخباركم كيف أخباركم إن شاء الله طيبين كيف أحوالكم أنا بخير الحمد لله ما عندي ما في أعوجة أمور طيبة كل الأمور مرتبة ما في أعوجة ومازلنا في معركة الكرامة ومازلنا يعني نقاتل ومازلنا صامدين وبإذن الله منتصرين عندنا الليلة حدثين مهمات جدا يعني سلاح الجو السوداني والعمليات العسكرية القام بيها وسلاح الجيش السوداني ياسر العطاء التصريحاته والاتنين يعني متوازيات وتصريحاتها سرعات الليلة غيرت المعادلة تماما وعادت يعني الطمأنين والسكينة للقوات المسلحة والشعب السوداني فهنسمع مع بعض بإذن الله وتكون البداية يعني تكلم كلام مهم جدا وتداولته وسائل الإعلام وفيه مقاطع احنا هنأخذ مقطع بس واحد نشوف اللغة اللي بتكلم بيها السيد الغايد العام وسيد ياسر العطاء والناس تفهم في لقاءه الليلة وجه رسال شكله حتى ذي مهمة جدا من غناتها الحدث تقالية جاري العمل الآن بسرعة كبيرة جدا والأقوى في مرسودان قطع وشوك كبير جدا في إلقاء الوسيغة دستورية والآن تم التوافق على وسيغة دستورية لإدارة الفترة التأسيسية الانتغالية للحكم الديمقراطي بعد إعلان هذه الوسيغة غالبا يخاطب الرئيس الأمة السودانية بإلغاء الوسيغة دستورية وإعلان الدستورية الجديد وإعادة سياغة مجلس السيادة تعيير رئيس الوزراء مستغل وهو الحقيقين الحكومة حدثه من كفاءات مستغلة لإدارة سكون الفترة الانتغالية التأسيسية وأكشف عضو مجلس السيادة السوداني أن روسيا طرحت على السودان تعاونا عسكريا يتمثل في منحها نقطة تزود على البحر الأحمر مقابل إمداد عاجل لهم بالأسلحة والذخائر وأوضح أنهم وفقوا على طلب من الجانب الروسي تطوير التعاون العسكري إلى شراكات اقتصادية وزراعية وهم طرح لنا التعاون العسكري تعاون العسكري نقطة تزود هي مع بعيدة نقطة تزود بساطة إمداد عادل بالأسلحة والذخائر نحن وافقنا على هذا الأمر لهم قلنا ليهم ليه نحن نطول التعاون العسكري التعاون الاقتصادي في شكل شراكات زراعية شراكات في التعديل في الدهب في المواني في التصنيع الزراعي في كذا ووافقوا حسن وفوض الوضع العسكري حيمشي خلال أيام بعد في وضع وزاري برئاسة الأخناء برئيس المالك عقار برضه حيمشي خلاص كده الأمر واضحة والوضع مطمن السيد ياسر العطاء قال إنه سيتم الغاء الوسيغة الدستورية أول حاجة وأي حاجة بتربطنا بقحة انتهت وأي حاجة بتربطنا بالمجتمع الدولي انتهت وأي حاجة بتربطنا بالمستعمر انتهت ومختصر تصريحاته قال نعتذر للشعب السودان عن أي تكسير ونتحمل ما يحدث بكل مسئولية سلام عليكم الجيش سيدة السرعطاء قال نعتذر للشعب السودان عن أي تكسير نتمنى العالم يتعلم منها لكن في طرف ثالث اللي هم الفلول لو تكلمت عن خالي السيليك يقول لك والله إحنا كنا موقعين في المنامة وفي جدة وفي الإيقاد لكن في طرف ثالث إنت يا خالي السيليك ما عندك قصور وإنت عندك مسئولية مفروط تتحمله مسئولية أخلاقية مسئولية تاريخية مسئولية سياسية بتنكروا منها بيقولوا إنه والله كنا ماشين كويس لكن الفلول والطرف الثالث ياسر عطاء قال إحنا بنعتذر للشعب السودان أول حاجة تحمل المسئولية إنه القائد يطلع يقول للناس أنا والله بتحمل المسئولية بتحمل المسئولية يعني أي كلام إيجابي أي كلام سلبي أي طعن أي انتقاد إحنا بنتحمله بنسمه والناس عندها حق ما دام قال لك أنا مسئول معناها إنت عندك حق فأي كلمة تقوله إذا إنت لاجئ بر السودان بتتعرض لي مشكلة وجهت اللوم للقوات المسلحة قال لك إحنا الرجال والله بينراكزين وبنتحمل وفي قصور وأخطاء حصلت وإحنا بنعالجها وحنصلحها وحنسلمها كالبلد نظيفة اتحملنا الحاجة دي ثاني قال تأخرنا في استرداد بحري والخرطوم لمزيد من الإعداد لكننا جاهزون حاليا الكلمة دي تخط فيها 26 خط قال تأخرنا في استرداد الخرطوم وبحري ولكن الآن نحن جاهزون الليل إحنا هنتكلم عن بحري والخرطوم برضو سيد ياسر أطى فتح الباب لأي زول عنده انتقاد أو توجيه أو نصيحة وإحنا القوات المسلحة قلنا ما بنخوينا بننصحها إحنا كإعلام مساند للقوات المسلحة دورنا هو دعم القوات المسلحة وليس طعن القوات المسلحة دورنا ما تخوينا القوات المسلحة ولكن دعمهم في الحاجة الصحة وتديهم رأي الشارع وإنت مواطن عبر ممكن الجيش دي يجي ماري جنبك وإنت ما عارف المشكلة بتاتك ما لازم ترفع صوتك ولازم تسجل صوتك ولازم تكتب ولازم تصور هما بيجي ماري جنبك التاتسيرات ماشة ما عارف إنه في الحتة دي في مشكلة توريهم تتكلم فإحنا دورنا مناصحة دورنا نوريهنا الحاصل فسيدة سرعطة قال يا أخي تأخرنا في استرداد الخرطوم وبحري لمزيد من الإعداد لحد هنا إحنا كشعب سوداني ما مزؤولين من إعداد القوات المسلحة في عمليات عسكرية في استراتيجية عسكرية في خطط عسكرية لا يمكن نتدخل فيها ما بتجي تلقى لك الدكتور شغال في عملية بتاعت قلب مفتوح تقول له ما تسبت الشيريان ده بهجاي خلينا أجيب لكوا ببقى الشاي ما بتقدر تعملوا الحاجة دي بتقول له يا دكتور يا أخي التالعملية ده مفروض كانت تعمله مبارح أجلتها ظهرت مضاعفات للمريض ده في وشه ظهرت حساسية بقما بياكل لأنه انت كنت مشغول أو عندك حاجة تانية سافرت مؤتمر في بريطانيا معنوا المؤتمر مهم لك انت وإعدادك انت لكن في سبيل الحاجة دي تضاعف المرض بتاع الزول ده من كان علاج ساي السبق إلا عملية قلب مفتوح أنا أتكلم في دي لكن جوه العملية ما بتكلم ما فاهم حاجة وممكن يكون عندي خلافات مع الدكتور ما دام فتح قلب الزول ده أنا حكون بتفرج بس وساكن عشان كده أي قائد في الدنيا بالدين وبالقانون وبالمجتمع عنده صلاحيات ما عند الناس التانين وعشان الناس توصل صوتا بدون فوضى ما بتتكلم مع الحاكم مباشرة في أدوات وسائل بتتكلم بها مع القائد والحاكم عشان ما تبقى القصة هرج ومرج ساي فهو هنا قل لنا اتأخرنا عن بحري والخرطوم لمزيد من الإعداد ولكننا جاهزون حاليا بين كلمة جاهزون حاليا في الخطاب بتاع السيد عسر العطة دي النقطة اللي احنا حنتكلم بقى من بكرة جاهزون حاليا بس خلاص تاني ما عندنا حاجة كان في إعداد واحد في قصور في الزخيرة دي احنا بنتحمله مع الجيش الجيش لما نقاتوا يتعرضوا لعقوبات دولية احنا بنتحمله معهم ما بينقول والله ما بهمنا البرهان يتعرض لعقوبات او الجيش يتمنع منه الطيران او يستهدفوا سلاح الطيران لا لا بقول ما بهمنا لما الجيش يقول لي والله انا الحتة دي رجعت لانه كان في طابور جوا الجيش انا بقول لي ما بهمني ده موضوع مفخصني في طابور داخل مكتب البرهان انا الموضوع ده مفهمني ده مفخصني ده معزور انا ما بقبله من الجيش لكن عامة احنا الجيش ذات واذا وقعت عقوبة على جند واحد فتقع على الشعب السوداني قبال ما تقع القوات المسلحة وبنصد عليها احنا قبال ما تصل القوات المسلحة هس هو قال احنا جاهزين جاهزين ده خلاص احنا من بكرة من لنا نتكلم انه احنا قارلنا نشوف شغل في الخرطوم قارلنا نشوف شغل في بحري اهل الخرطوم وهالبحري صبروا صبر يعني ربنا نجزيهم فيه خير وربنا ينصرنا بصبر المواطنين الما شافوا اي حاجة ما شافوا كاك وقاعدين جوا الخرطوم الناس اللي قاعدين فيه شمباته الان هجروا من ديوتهم الناس اللي كانوا قاعدين فيه بحري حول المستشفيات الكبيرة فيه بحري ديل ما كانوا قاعدين وصامدين وصابرين فيه شمبات فيه غيره فيه الكدر فيه اركويت فيه جنوب الخرطوم فيه جنوب الحزام فيه الصحافات ديل صبروا أنا بابلي أهل الخرطوم الطالعوا الـ 12 مليون ونص أنا بتكلم عن الناس القاعدة دي أنا بتكلم عن الناس القاعدة دي الجيش لازم يصلهم الجيش لازم يتحرك ليهم ديل لاري شوفوا جيش الأمدرمان شافوا جيش الجزيرة دي رغم الإخفاقات اللي بتحصل والانتصارات اللي بتحصل شافوا جيش الفاشر شافوا جيش لأنهم هم الجيش ذاتهم بابا نوسى شافوا جيش الهجانة لكن الناس القاعدة دي حسي 13 شهر ما شافوا جيش ما في زول عارف عنهم ما في زول حيعرف اللي بحصل عليهم إلا الكاكل الأخضر دي يصل ولازم يصل سيد أسر عطى قال لنا الخرطوم وبحري إحنا هناخده طوالي طيب قال لدينا 12 كتيبة للمقاومة الشعبية مكونة من مختلف ألوان التيار السياسي الحديث عن خيانة قادة الجيش للبلاد مؤلم والبرهان إن كان خائنا لتنحى وقبض الثمن أول حاجة ما بنصى المرحلة إنه ياسر عطى دافع عن البرهان ولا بنصى المرحلة إنه كباشي دافع عن ياسر عطى ولا بنصى المرحلة إنه نصر الدين دافع عن كباشي ولا بنصى المرحلة إنه اللبيب دافع عن هيئة العملات هنا سيدة سرعطة غير موفق في الكلام ده لأنه هنا هو سمع كلام من أعداء السودان اللي بتكلم عن تخوين القيادة وبتكلم عن تخوين الجيش وبتكلم عن قصور الجيش وصل مرحلة إنه هو يدافع عن البرهان ويقول والله البرهان لو خاين كان قبض التمن وبقول إنه والله الكلام عن تخوين القيادة وخيانة القيادة مؤلم إنه ما تصلوا للمرحلة التي تتقلموا ولا تصلوا لكلام ده ذاته أساسا إحنا بنتكلم في إحنا الجيش وإحنا الشعب السوداني وإحنا المقاومة الشعبية وإحنا المستنفرين إحنا كلها نكاك بنتكلم عن تقصير وإنت أقريت بيه بنتكلم عن تأخير وإنت أقريت بيه بنتكلم عن إنه في قيادة بتاع السيطرة قاعدة في القيادة العامة ده العقول عقول هي ذاته محاصرة الأفكار وتجديد الأفكار هم واقعين في مشكلة لازم الزول يطلع من الحتة دي عشان يقدر يشوف الصورة كاملة الكلام ده بالنسبة لين إحنا يعني حسي في صحفيين بنقول لكم أسمعوا صواتهم الصحفيين ديل بتكلموا سياسة وبتكلموا عسكرية وبنقول لكم أفتحوا لهم منابركم وافتحوا لهم التلفزيون كلامهم ما دعم القوات المسلحة بتمجيد وذكر تاريخ وإن الجيش والله منتصر وحينتصر بعدين يتكلموا عن خلل من باب دراية بعدين أقول لكم أسمعوهم أما الكلام بتاع تخوين البرهان تخوين الياسر عطى تخوين كباشي الكلام ده مصدر المليشية نفسها وبلاقي هوى في نفوس الناس الضعيفة لإدرجة إنه إحنا ناس دعمين القوات المسلحة بتهتزموا وقفهم لأنهم وقفوا مع الجيش صمدوا مع الجيش كان ممكن يكون في مصلحة مصلحة إنه والله يا أخي أنا أدعم الليلة الجيش ده أحركوا في الجزيرة عندنا أهلنا قاعدين في البيت الفلاني في الغرية الفلانية أنا لو وقفت مع الجيش ده وصمدت ودعمتهم بكرة الصباح ها الجيش حيخش الغرية دي يحميهم بقام الجيش ما خشتان يوم يقلبوا ديال بدعملوا مع الجيش مصلحة أي بيقوفوا معانا في الصورة العامة للقوات المسلحة لكن أول من الموضوع دي يصل بيوتهم بيقلبوا وتناسوا إن القوات المسلحة كلها من قادته من أكبر أقايد فيها لأسقر جندي فيها قدموا تضحية من داخل بيوتهم وعراضهم خليك من ناس الخرطوم وبحر ومدرمان وبداية المعركة مركزية المعركة كانت في الخرطوم بابل ما تنتشر أي ولاية تانية الناس صابرة والناس صامدة وما غيرت موقفها وما تزحزحت الديل هم اللي بيصيبوا القوات المسلحة في مقتل اللي بيطلعوا كل يوم يقول لك إحنا والله الجيش والجيش خاين والغيادة خاينة وبايعين وقلنا له إن حال واحد إحنا ممكن نطلع نقول نفسي كلامكم ده هسي بيقول لك صرفة بيطبل للبرهان والجيش ممتاز أنا بطبل للبرهان وبطبل للجيش صفحة دي عاملة أنا من تلفوانانا نتحق أنا ده موضوع أنت ما تتدخل فإنت شايف البرهان غلطان أطلع بقول كلامك بحجة ما تطلع تقول بيطبله للبرهان ما تقولك كده أنا قاعد أتكلم ساعتين أنا ضارب أرغام غياسية في الكوكب بالمناسبة أنا بطلع ثلاث طلعفات في اليوم بتكلم في الواحد ساعة ساعة والتاني بتكلم ساعتين ونص ما أفزول بيقدر يعمل الحاجة دي في الكوكب كل يوم بطلع بقول الحجج اللي بتخلينا أدعم البرهان شنو والحجج اللي بتخلينا أقيف مع القوات المسلحة شنو والحجج المنطقية اللي بتخليني أقيف وخلي الشعب السوداني كله يلتفحوا للقوات المسلحة وكلنا نبقجش ما تطلع تقوم تختصير في كلمة واحدة تقول ليه بيطبل للجيش أنا قلت عليك والله ربطة البلد دي في زول واحد ضياع البرهان يعني ضياع السودان الكلام ده الزولة اللي ما عنده فيه حجة ومنطق ما تقعد تقول ليه بيطبل ليه وده ما تطبل الزول ده لو مشى من الحتة دي الطريقة الحمشباه هي ممعروفات الطريقة واحدة من ضمنه للانجلاب انت قال اللي بيحصل في السودان دي شنو ما اسمه انجلاب خمستاشر اربعة سيطرة الدعم السريع على الحكم ما انجلاب ما الدعم السريع انجلب قال البرهان منعنا انه نسأل السلطة دي بنجيب الاطار ونجيب حمدوك قال انا حبض البرهان والدسيين قلنا ليك انت لو زحيت البرهان طبقت لحميتي الحاجة الدائرة يبقى السودان حيتفرتك بدون غيادة هس الغيادة دي عندك فيها راي عندك راي في البرهان عندك راي فيها سراطة تتذكر قبل سنة كان عندك راي في القوات المسلحة كلها كان عندك راي في المشاء والمدرعات والطيران والشرطة هس بقت محصورة في القوات المسلحة محصورة في قيادة القوات المسلحة انت قنت غلط وانحنا صح محصور حسح في قيادة القوات المسلحة البرهام مالوح حسي مقصر فشنه والله يا اخي العمليات العسكرية دي متأخرة اعترفها ياسر عطا احنا الكلام اللي قالوه احنا دارين ونقول الكلام ده ايجي منهم ياسر قال احنا متأخرين وقال احنا بنجهز وقال احنا هس جهزين جبرناه ويقول الكلام ده بضغطكم بكواريكنا في اللايف باي حاجة في النهاية الغيادة قالت احنا هاي معترفين قصرنا هاي تأخرنا دي مشكلتنا حسي مع ياسر عطا مشكلتنا مع برهان تأخير عدم جهوزية احنا اخواننا دارين حل المشكلتين دي كانوا عندنا 96 مشكلة في البرهان بيقان اتنين كان عندنا 1400 مشكلة في الجيش بيقان واحدة بيقان تلاتة بتدعالج ولا ما بتدعالج الدار يمشي فيه مسار انه والله انه دمر البلد دي ممكن تسكت او تسافر او تلبس الكاكب بتاع الدعم السريح او تمشي عدس ابوة بتقعد في المطمر بتاع الخوان لكن احنا الان في مرحلة الخلاف مع القيادة ولما بدأت الانتصارات تتحرك بلقاء جيش كرري واللقاء بتاع جيش او مدرمان والمهندسين ظهرت الحاجة دي لانه الناس يتوحدت تحت راية واحدة وقيادة واحدة يجي زولي بتبلينا هاشتاغ يا اخي البرهان يسقط ممتاز كلامك كويس يسقط كيف البرهان در تسقطوا كيف التالالية لحسقطبها البرهان دي شنو ما حتشقة جيش واحد تجيب قوة من برة متمردة او مرتزقة تحاول تسقطبها النظام تحرك عمل سياسي خارجي تحاصر السلطة تخليهن افقدوا اي شرعية وما يقدروا استخدموا اي صلاحيات كرئيس او كمجلس سيادة وتخليهن قاعدين ساي طيب دا ما بيعملوا فيه الاعداء الان يعني يبعدوا يشرحوا ليك المرحلة دي احنا هنعديها كلنا مع بعض اي زول هنفقده في المرحلة دي هنفقده هو شهيد لاتم ما عندنا زول والله بنخونه ولا زول بنقول والله زول دا ما يمشي معانا قدام ولا غيره الزول اللي تحمل المسؤولية غصبا عنه يوصلنا الانتصار والعمل الغلط يصلحه قاعدين نقدم الحجة في الحتة دي طيب الليلة المعلومات جاية من الجزيرة خلاف كبير بين كيكل وقيجة الخلاف دي تسمعت بيه كم مرة انا شخصي ينسي بيحت بيه تمانية مرات من مدني الليلة هم في منطقة في الجزيرة وصل مرحلة كيكل غنم معداد عسكرية وكلاشات غربات وغنم سنائيات من جيجة وصل مرحلة في الخلاف طيب في الفترة الفاتة الناس بتتكلم عن خلافات بين قادة القوات المسلحة قلنا لكم ديلي يا اخواننا ده جيش ومؤسسة حصلت خلافات بين ياسر عطا وبين كباشي حسب بتورد في الاعلام يعني سمعته ياسر عطا ده شلو قوة مش حارب قوة بتاعت كباشي مختلفين هاي ما يختلفوا موضوع ده ما ما تسوس ده ما طلح صرح تصريح ده طلح صرح تصريح الزاد الفتنة فيه منو الجواسيس بتاعي انقحت استمعته ياسر عطا حرق قوة قال انا مشي للكباشي زي ما حس الليلة قج عمل مع كيكل زي ما حس بتحصل قيادات الدعم السريع واختلافاتهم اللي بتسمعوا بها في شرق النيل وفي الكلاكلة في بحري وفي الخرطوم متحركات الجيش بيكون قاعد يتفرج والله العظيم في منطقة في بحري الجيش قاعد 12 ساعة بتفرج الدعامة براهم بتراكبه في النهاية الجيش ذي تشال باقي السلاح من الجماعة وبتاع وفتح بيهون الشارع لملموهم ورجعوا طلقة واحد الجيش ما فكه قاعد اختلف البرهان وكباشي ما يختلف البرهان وكباشي ما قادة كل واحد عنده رؤية اختلف كباشي مع البرهان ما يختلف الكباشي والبرهان تما دخلك شنو خلافات بتاعات قادة ده قاعد حردان ده مش زعلان ما عادي فيشني يعني لكن عشان اوريك فرق المؤسسة وفرق بتاع الاهداف هم كانوا خلافاتهم في طريقة دارة المعركة فزول بيشتغل بالالدسكول دار اشتغل انه اودي متحرك استطلاع اجيب عددك اسند طيران دبابات فزول بيقول نشغل المسيرات شغل المسيرات تجيب المسيرات نجيب المسيرات جيبنا مسيرات اتهمونا بايران ده كله منك ده كله منك ده في النهاية كباشي ما سعد له قوة قال انا والله يا اخي معزول او انا والله يا اخي عندي خلافات كباشي مع ياسر عطا انا سوق هو ما عندنا الكلام ده ما عندنا الكلام ده ولا حيحصل الكلام ده اساسا لانه دي مؤسسة احنا ما قطع طرق ولا ماليشيا ولا الوصفة اللي بيقول لنا انتو جيش سايدي احنا ما جيش سايدي احنا قوات مسلحة قوات عديل عندها قادة وتراتوبية وعندها احترام وعندها مرحلة من الثغة في قياداتهم انهم شايفين اخطاء القادة ما بعدين يتمردوا عليهم التمرد ده بيحصل في العمليات العسكرية او في فتح الباب بتاع الماسكر او مخالفة تعليمات في انه والله يا اخي الغايد بهناك ما شايف ما انا عشان كده بقول ليك غرفة السيطرة المحاصرة دي ما بكون شايف بقول له يا اخي التاس صغيرة بتاعتك كم بقول لي عندها اربعة دانات خلاص يا اخي افكهم في الحكة الفلانية دي ووفر ثلاثة وتعال راجع السايدة الطيارة ده ثانو ما عنده الكلام ده الليلة احنا عندنا عمليات عسكرية بوريك التقدم الحصل بيضغطكم انتو بيوقفتكم انتو سنتكم للقوات المسلحة بيتسريع العمليات العسكرية حصلت عملية عسكرية الليلة في عدة مناطق الطيران الليلة قام بيشغل كبير جدا صح او لا غلط الفيديوهات دي مش نازلة في تعليقات كنتو في المشهور النزل وحيد في صفحتو مش انتو المنزلين الفيديوهات دي ما منزلة وحيد منزلين عينتو الفيديوهات دي وين في غندهار في نفاشة في المناطب على سيطرة الدعم السريع على 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 تخم ام درمان العمليات دي الليلة كانت كبيرة جدا والطيران ضرب بيدقة وكبد العدو خسائر بطالة والناس الحمد لله فرحت وسعدت وقامت ونططت ممتاز انا بالنسبة ليلة الانتصار ده عسكرية رايق فيش ناصرفة عسكرية ممتاز ما فيو كلام لكن انا عندي رايي تاني انه انا دار ابشركم المعلومة بتاعة المتحرك ده بتاعة الدعم السريع اللي كان الدعم السريع بان عليه حسابات حسابات الدعم السريع كانت فيشنو في خطة اسمها خطة الخطة سيطرت الدعم السريع على الخرطوم ومدرمان الدعم السريع بعد له مخطط كبير في الفتر الفاتد الجيش الليلة مش هضرب له حتة انت شايف ان الحتة دي في حتة اولى منها في مشروع الدعم السريع عنده ادوات عشان ارجع يسيطر على مدرمان والخرطوم او مدرمان والخرطوم بالنسبة للدعم السريع ما هي الازاعة ولا هي مستشفى الدايات عندها رمزية مختلفة وعندها حسابات في المعركة مختلفة والدعم السريع ما دام ظهر مكشوف في مدرمان والله العظيم الفاشر دي ما يخشه ما دام ظهر مكشوف في مدرمان والله العظيم الجزيرة دي ما يستغير فيها هو عرف الكلام دي فعنده مشروع شغال فيه الليلة الطيران ضرب ليهم متحركات كانت بتتحرك في فترة طويلة بعيدة عن اعيون الاستخبارات يعني بتجي مع الشياء عشرين بوكسي في نصه انتاتشر بلملي مفاو بلقطوا فيه الطيران الليلة المعلومة دي اخدها الساعة خمسة ضرب الساعة التسعة انا بالنسبة لي ده انتصار للقوات المسلحة والليلة ببشر كلهم سلاح الجوة الان يعلن كامل جهوزيته والله الله ده مع عزيز في السماء اقسم بالله العظيم شعار ده مرفوع بالمناسبة انه تاني لها في دعامة ما حيه تشعر بالامان في اي شبر من السودان اسمع الحليفة دي والصفحة دي بكرة تاني بيكفلوها وممكن بكرة ما اطلع لك اطلع لك بعد بكرة اطلع لك ما في سبيس وارو اللي بتاع نازل وله في النعر حديل ده انا دي بيتدوكي ده بتلقلان بوباتغاسة ده عام تحرجوا لكن هم طبعا بحري دي اتضربوا في حتات ما بقداروا يتكلموا عنها واحنا والله العظيم ما بنتكلم عنها الجيش ما دارتكلم انا شخصيا مايندي شغاله طبعا باتكلم اللي جيت اي حاجة يتدعموا وباتكلم مايندي لون حاجة والضربوا فيها طبعا اجانب عشان كده الدعامة ساعتين والموضوع ده موثق كل الضربات البدت من الجيلي الجيلي قالوا البرهان خاين حرك الطيران مشى ضرب في الجيلي شفت الصهاريج بدعت البنزين اعيدوا صهاريج البنزين ايه طيب ما يضرب معاقل هتا شفت الفيديوهات انت هو جعفر حسن ده لما انطلع قال الجيلي الطيران السوداني يستخدم الفيسفور والمحرم دوليا قالوا ليه ما شاف الجيلي حصل شنو جعفر حسن عارف انه الدعامة الجيلي يتحركوا ما في فيديوهات جابينوا مجدعين في الوطن مسلوخين جعفر حسن من الخلعة قال ديل استخدموا الفيسفور فيسفور كيف تقعد لك في تنكر بتاع بنزين شائل اربع مليون جالون انا حركتوا لك انت ما حتتشوي دي في الدنيا بس انت جهنم لسه راجعكم راجعكم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم بتقول لسه راجعكم جدام بإذن الله طيب ضربت شنو في في الجيلي ردا على اغتيال الشهيد محمد الصديق على يد الماليشيا واعوان منظمة مجد وحنان حسن وخالي السلك ضربنا الاربع مستودعات الكبيرة دي دي ما فيها بنزين الدعامة تانية اللي يصفوا البترول لاحسين يحولوا بنزين اللي يجيبوا مصفة والله العظيم اللي يقروا هندسة هندسة بترول جامعة السودان في امتها ويطلعوا كورسات ويمشوا بتروناس اختاروا منهم ثمانية والثمانية يعملوا لهم دورات يقعدوا ثلاثة سنة في ماليزيا ويعرسوا ماليزيات وبعدين ينقطع منهم المصروف من الدعم السريع بعدين يحاولوا يشتغلوا براهم بعدين تاني يواصلوا دراستهم من الثلاثة ديال حيجوا راجعين واحد دعامي حاضر وحيجي راجع حيجدوه مدير المصفة بعدين يعينا ولا دهلوا بعدين يمشي يجيبوا ناس من برا بعدين يجيبوا حبش بتاع بيترول المواضوع دار ليهم تلاتاشر سنة ع��س ان يمروا جعلوا واحد تاني هو اللي عندهم شنفه المصفة الي مشغيله من ننتو احتي ما جبتو الخور بتاع المصفة الخط البترول دهل مدفق هناك في لحد الدروش يا شاب واصل الامارات قتلوهما افتحوا الخطوط بتاع البترول ما جبتوها بالغمرة الصناعية يا دعمين للجيش مجيبتوها ايما مدفقين البترول برا كان البترول ده اربعة تناكر حقت مخازن حقت أربعة أو خمس شركات مصفى جاز وبنزين قاعدين الدعامة بفتح التنك بكوب بمشي طيب يتوا قاعدين تعملوا شنو شايفينهم آه احنا شايفينهم طبعا واخدوا بتسوي لونج ما ها قاعدين نسوي اي حاجة وما قاعدين نسوي اي حاجة وما دار بطوم ما هالكون دي انا ما بتسألني منها لكن اسألني هو الدعام ده قاعد يمروك باين قاعد يجي بالكثر وهو ما قاعد تشوف الفيديوهات القاعدين عمله لهم في الكدرو مش بيجي معاوه تانكر اهي وبينفجروا اهي مرة تانكر واحد من معسكر الكدرو قد يجي بلاي تانكر مرة يبلاي تانكر مرة منها المصفة دي قاعدين شووا ايشنو ضربنا الاربع مستودعات الدعام القاعدين جوه ديل اتضربت فيهم واحدة من الوحدات القاعدين ساكنين فيها وفيها القادة بتاع النهونا الكبار حاسي مالو ما قاعد يجعيروا في المصفة هم ما الكون وينو فيديوهاتكم اللطيفة الكل دقيقتين من المصفة وطالعين متحركة المصفة وينو الدعم السريع الامو احنا قاعدين نرد على القحات حاسي المصفة ده اغسن بالله العظيم حيصفوا فيه ولا دعام واحد حيطلع وحاسي سلاح الطيران انا وريتكم الاستجابة الاستجابة ده سلاح الطيران والحركة اللي اتحركها سلاح الطيران احنا بنقول احنا بنقول دي دليل على جهوزية القوات المسلحة ودليل على جهوزية السلاح الطيران الضربة الليلة اللي قاموا بها فرق المعلومة لحد ما تنفذت العملية اه اربع ساعات الضربة دي اهميتها انها بتكسر في شوكة المشروع بتاع الدعم السريع دعم السريع مبارح عنده مراكب تحركت على الازاعة بيعمل في المناوشة وعنده تاتشرين شغالين في توتي كانوا بيستغلوا تدوين تمام وبعملوا في المناوشات دي بيشوفوا في الثغرات الفاتحة في مدرمان حيطجوا اللي زاعدة خطتهم عندهم متحركات خشت في بير حمات وعندهم معسكرات هناك اتدكت الليلة عنده هنا القوة دي في غندهار اتدكت القوة دي لما وقعت فيها القنابل الضربة دي ما كانت دبولك لك يا بيبي الحصل كلاتي الله عز وجل فضح الخطة حقتهم لما وقعت الدانات دي في عدد التاتشرات اتفجرت كانت تحتها في دانات في تاتشرات مدفونة فالحصل الليلة دي انه احنا بنقول والله ماشيين في تدمير خطة الدعم السريع لعادة انتشاره في الجزيرة وفي الخرطوم وسيطرته الخطة بتحت دي مبنية على سلاح مخفي تقوم معسكرات المحاصرة مدرمان دي اقسم بالله الله ده ما عزيز في السماء جانا اسمع الحليفة دي اه ودي ما غسم سوفها تعال حاسبني باب في الايام الجاية دي ايام بس الايام دي كلمة ايام جمع الايام دي من اثنين لتسعة ايام الجاية تعال رجع حاسبني قل لي يا اخو الله العظيم في محيط مدرمان دي كان في معسكرات هنا وكان في قوة متحركة هنا وكان في تمركزات للدعم السريع وكان في وكان في وكان في حاضر ولسه دا الله ده ما عزيز في السماء والله ما حيفضل فيهن ولا زول وانا احلف لك بالله الطيران الليلة دك ليهم التأثيرات الظاهرة والتأثيرات المدفونة ولما انظهرت ليهم التأثيرات المدفونة للطيران مشوا عب وجوه الراجعين مسحوا من الكوكب احنا بشغالين في تدمير خطة الدعم السريع لاعادة انتشاره في الخرطوم ومدرمان عنده ادوات وآليات شغال فينا بخطة تمويه انه يشغني في مدرمان الآن ويشغني في الازاعة ويعمل لهم مناوشات في غري غريتين في الجزيرة وده رمشي اقتحم الفاشر قبل ما نمشي الى مشروع الفاشر ده الفاشل بالنسبة للدعم السريع اتكلم الليلة اخونا سيد العميد طارق الهادي عن انه احنا محتاجين مليون جند في الجزيرة وخمسة وثلاثين الف تاتشر عشان نحرس غور الجزيرة اللي هو غدره بألف غرية كل غرية دار 800 عسكري وخمسة وثلاثين او تلاثين تاتشر عشان تهريسه فقال الجيش ما عنده الامكانيات عشان يعمل الحاجة دي تلقف الكلام بتاعه منه طحت وتلقف كلامه اعلام الدعم السريع فقالوا يا اخي الجيش ما دام ما عنده القدر يحرس الجزيرة بمليون جندي وخمسة وثلاثين الف في تاتسير في خيار تاني اسمه التفاوض احنا دايما بنفهم كلام السيدة العميد ياسر السيدة العميد طارق الهادي بمفهومه الدعوي وبمفهومه القتالي وبمفهومه الجهادي ولكن اصحاب القلوب الضعيفة بيحرفوا كلامه كتير بتحصل الحاجة دي مع طارق الهادي وده ابتلاء نقول له احنا معاك ودعمينك ان شاء الله سيد طارق الهادي قال احنا محتاجين مليون جندي نحرس الجزيرة بيجيوا سؤال طوالب بتاع الرياضيات بيقول له هو الدعم السريع كان مليون جندي عشان احتل الجزيرة لا طبعا يبقى النظرية بتاع تياسر طارق الهادي فيها خطأ في الحسابات الدعامة دي للاسع محتلين سبعة قرى وربعض كلهم خمسين موطر وثلاثة وثلاثين تاتشر ارفتها الحسابات هو بتكلم عن انه احنا نحرس كله غريه من الدعم السريع احنا ما محتاجين نحرس كله غريه احنا محتاجين نعرف قوة الدعم السريع في الجزيرة كم قوة كيكل كلها كم قوة قجة كلها كم بيفوتوا ثلاثة الف خمسة الف سبعة الف عشرة الف يبقى احنا دارين قوة بدل ننتظرهم واحنا نحرس مليون او الف غريه احنا نمسك الغوة اللي بتهاجم الالف غريه نقتل امننا الغورة الالف كلها بس فهي ما محتاجة انه انت تحرس كله غريه بالجيش تحرس كله غريه بالتلاثين تاتشر لا لا الحرب ما كانت كده والدعم السريع ما استخدم النظرية الدعم السريع كل قواته وانت عارف المعلومة دي هي كانت تلتاشر الف تاتشر تلتمية وستين الف عسكري فتح الباب للاستخدام في تسعة في كل اسبوع كان بيخشوا لهم تسعة الف للمعلومات القالة يا سرعات ذاته في النهاية تواجدهم ما فوت المليون وانا القوات دي كلها الجيش كلهم قتلهم الجيش قتل الناس دي كلهم الجيش قتل الناس دي كلهم تلتمية وستين الف وطلتاشر الف تاتشر بتاعهم الجيش انتهى منهم طيب الفاضلين دي ما دي للمرتزقة فتحوا ابواب بتاعت استنفار في في افريغيا الوسطة في تشاد لكن قوات الدعم السريع بعرفة طارقة لها دي كانت تلتمية وستين ما كانت مليون عشان تخش الجزيرة الدعم السريع ما خش بدي جزيرة مترجم المليون مقاتل دعم السريع نظريته ما بيخش الغرية وبيحتلاها وبيقعد فيها دعم السريع النظريته بخش الغرية بيحتلاها واستبيحها 3 يوم اسبوع وبيروق منا بعد upset طرد المواطن. فلما يطرد المواطن هو بالنسبة له كأنه احتلاها. كأنه قاعد فيها. هو ما قاعد فيها. لا بخلي المواطن يقعد فيها. لا هو بيقعد فيها. دي بي حسابات الجيش بتبقى منطقة اكس مكرسة. ليه? لانه لا فيها مواطن امشي احرسه ولا فيها دعامي امشي احاربه. الجيش بشي لبر حساباته. تضاف لبنه لكن. ما ما بتكون قاعدة فاضية ساي. تضاف لمنطقة سيطرة الدعم السريع. فاحنا ما محتاجين مليون جندي عشان نواجه مليون جندي من الدعم السريع. احنا محتاجين نعرف قوة الدعم السريع المنتشرة في شرق الجزيرة كم? 13000. عندهم كمعربية متحركة 600. يبقى احنا عشان ننتهي منهم. الله قال لينا المعادلة كم? تقسم التلاتاشر على المية. قال المية بغلبه 200. والالف بغلبه 2000. هما تلاتاشر الف احنا دارين لينا سبعة الف. عندهم ستمية تاتشر احنا دارين لينا ميتين وخمسين تاتشر. ميتين تمانية وتزعين عشان نكون دقيقين. اذا انت بتحسب الحسابات بتاعت المعادلة. اساسا سيدة العميد طارق. ما في حق كان كثير. قوات الحق ما كانت كثيرة. دائما الله عز وجل بذكرنا في مواضع القتال بتاعت الحق والباطل. اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. جعلوا ليهن الملك قاموا قالوا لهن اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. المشي قاتل منه الله عز وجل والملك والفئة المستنصرة للحق. كانوا بسيطين. ربنا سبحان تعالى ابتلاهن تاني بينهر. دي ما مسألة التمحيص. الناس اللي ملكوا مقاتلين مجاهدين كانوا بسيطين. باقي الامة كلها قالوا احنا ما مشلنا قاتل. ملكوا بسيطين. بعد ده كله ربنا ابتلا الناس اللي مشوا مع الملك ديه. ابتلاهم بينهر القلونة اللي بيشرب منه ده ما مني. إلا من اقترف غرفة حاجة كده شارك. بتبين يدك كده وتبين لسانك. المسألة تحتى العبور بتاع النهر ده بتعبره باعدد بسيط ما محتاج مليون. ولا محتاج تكون مكافئة العدو من ناحية عتاده وسلاح. لحظتك التكافئة العدو تفوته. انت معناه انت زاتك ظالم. انت بتكون بعد دهك الوقت دهك ما بتفتري. اذا فت عدوك قوة وعتاد وسلاح. انت هتبقى جيش الظلم وبعدين. بتتحول. بتجيك الغرور وبجيك الدنيا وبجيك الظلم. فاحنا بنقول لسيدة العميد طارق احنا كلامك يعني هو دعم للقوات المسلحة ويظهر انه يا اخوة الله الامكانيات تكون حاجز وعائق. لكن بذكر سيد العميد طارق لما انا بتكلم عن التعبية قبل ايام. لما اعلن التعبية في المانيا كانت جنود بتاع المانيا تمنمية الى مليون. لما اعلنوا التعبية في يوم واحد بيقوا تمانية مليون مقاتل. في روسيا الجيش الرسمي كان ستمية او اقول خمسمائة الف. اعلنت التعبية وصل خمستاشر مليون. عشان كده احنا بنعلن التعبية. الفرج بتاع العدد ده اللي انت بتفتكر انه هي محتاجين نحرزها. التعبية هي اللي بتغير المعادلة. الان اجيز الغانون بتاع التعبية العامة في اوكرانيا. عارفين الغانون ده كتبت عنه الغنوات الامريكية. قرأت التغرير قبل ايام لانه اجازوا الغانون بتاع التعبية العامة في اوكرانيا المحاصرة والمضروبة من روسيا ظلما وجورا. وبعد ده كله احنا طبعا مع روسيا. عارفين الغانون بتاع التعبية العامة في اوكرانيا عمل له تعديل كم مرة اقسم بالله ما هتصدقه. مش الحرب دي شغالة. مش الرئيس الاوكراني دي شغال في الحرب ذاته حايم. لابس له تيشيرتي وكاكي. والبرلمان حقه بعد ده كله مجتمع عشان يطلع غانون اضمن للمواطن حقه. واضمن انه المواطن يدعم قواته المسلحة. واضمن التجنيد العام. واضمن ده كله. تعارفين الغانون ده اجازوه وحسي. اجازوه تقريبا قبل يوم الاربع قبل الفات حاجة بالشكل ده. بكرة بقريليكم ان شاء الله. الغانون ده تم التعديل اربع الف مرة. والله اكتب تعديل غانون التعبع العامة في اوكرانيا. رفع الجاهزية وجهوزية الجيش الاوكراني من لحظة اعلانه من تلتمية الف لتلاتة مليون وستمية في المرحلة الاولى. لسبعة مليون مقاتل في اوكرانيا. عغطى العدد بتاع العدو استفادوا من المقاتلين. لما لما المانيا عملت جيشة ده بتاع التعبية ده وداخلة على الروسيا. الالمان كان في دولة محايدة. هي السويد. قالوا احنا بيه 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 نمر بالسويد دي ونمشي نخوش في اربع وعشرين ساعة نخوش باريس فرنسا. الجيش بتاعهم ما كان معد ولا كان جاهز ولا كان مرة باي حاجة. اعلن التعبية العامة مشو خمسة مليون مقاتل من المانيا. قالوا نشق السويد دي ونطلع بهناك. الموضوع ده اربع وعشرين ساعة. الناس طبعا دكتور فيه دكتور بيمشي له في اليوم اكتر من. مطلوب منك في اليوم تمشي خمسة وعشرين كيلو. لا بل ما يلهمنا حاسبيننا. قول تلاتين كيلو. دكتور ما بقدر يمشي. او صاحب بغالة او صاحب الجزار ما بتقدر تمشي. فكانت خطتهم بس حيمشوا حتى خلال اربع وعشرين ساعة طعاب الكرعين وكان الله يحب المحسنين. ظهرت لهم مقاومة بسيطة كده في السويد. اخرت العملية عشر يوم. الجيش كلهم قرض بتاع المقاومة ده. استنفار وتعبية عامة بدون دراسة وبدون حافز وبدون اعداد. احنا ما بتشبه الحاجة اللي بتحصل في الجزيرة. الجزيرة الحافز الليلة انه يا اخي واحد خطفه بيته عمره حداشر سنة. ما رجحت انتظر البرهانة رجعلت ليهم الدين طيب. حتى تمشي انت ترجعها. ده دافع وحافز للقتال. دافع وحافز للقتال العقيدة دي. دافع وحافز للقتال الجهاد ده. دافع وحافز للقتال مصر للقوات المسلحة. عندنا مليون حاجة. احنا بجيبونا بغانون معدل اربع الف مرة. احنا كلمة واحدة لو قال البرهان اعلان التعبية العامة ولا محتاج تعديل ولا برلمان الجيزة ولا محتاج حاجة. دي كلها طارق الهادي ما دعملت. دي كلها ما دعملت. بس كلمة واحدة تقولها بتعوض الفريق. لاتنا اذكرك. الدعم السريع ما دخل الجزيرة بين مليون جندي. ولا دخل معاه تلتمية او خمسة وتلاتين الف تات سير. ما حصل الكلام. الدعم السريع بيخش حتة وبطلع منا. احنا حننتظره لما نخش الحتة دي. ياه هاجمناه وانتهينا منه. ينتظرناه. طالع منا مش على الحتة تانية قرضناه طيران. من هنا بنرفع الكلام ده لقوات الطيران. والكلام البيدور عن سلاح الطيران الكتير. وهم تحملوا ما تحملوا من ازة. وتحملوا ما تحملوا من طان. سلاح الطيران ده اخواننا بقول لكم. كلهم مقاتلين. كلهم مقاتلين ما فيهم كلام. والله كلمة واحدة فيهم ما في. وقدموا استبسال ما حصل. احنا بنتكلم عن ان نزول بسوق طيارة. بيجي شاقي. اربعة الف ومئتين مضاد بتاع الطيران. رباعي وسنائي. رموا طياراتهم. اتفجرت طياراتهم. ما وقفوا. وما كان عندنا في اللحظة ديك غير سلاح الطيران. بسوق القائد بتاع الطيران نفسه الطيارة. احنا ما بنشكيك ولا بنقول اي حاجة. حسابات الغيادة والسيطرة. عندها رأي في عدد الوقود بتاع الطيارة. اه كمية انه ما نستهلكها. عندهم معلومات انه في قوة من الدعم السريع داخلة من حتة تانية. من جهة الشرق. من الغرب. من الوسط. فاحنا بنركز على دي. مثلا. نوفر الزخيرة. لانه عندنا حصار بتاع الزخيرة. لكن كطيار. ما احنا ما عندنا كلام. هس هم تعليماتهم بيجت في الجو. والليل الناس شافوها. انا بقول لكم سلاح الطيران ده. هو سلاح. الجو السوداني. هو ده جيش. وهو مواطن سوداني. هو من السودان ذاتهم. دير انتو ناسكم. من الليل ولا قدام تاني ما في حاجة يسمعه متحرك بتاع كيكل طالع من الغرية الفلانية للغرية الفلانية. معلومته ترفعت وما تضرب طيران. ما حتسمعه الحاجة دي. تعني ما حتسمعه. ما في اي مبرر خلي انه والله كيكل يتحرك من الغرية الفلانية للغرية الفلانية. والحاجة دي مكشوفة. وما شال جهاز تشويش. ما عنده مدنيين ما اخدهم اسرة. ما اخدهم غطاء امني. والله العظيم ما يعدي شبر واحد. وانا بحلف لكم بالله. نجي نتكلم عن القوات المسلحة والململة الحاصلة. طبعا الجيش عنده ململة دي احنا رفعنا الكلام دي للبرهان وقلنا له الانتفاض جاية وغودة انت. في ململة من نوع تاني الناس بتتساءل يعني. الناس بتتساءل السؤال السعالوه للنبي في القتال. قال له يا اخي متى نصر الله. الا ان نصر الله قريب. وَلَأَنْصُرَنَّ الرُّسُلِي وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُوا وَيَوْمَ يَقُومُوا الْأَشْهَدُ ديال بتساءلوا ان احنا يا ربي ماشيين صح. احنا ماشيين غلط. كمية في المعسكرات الان بيتساءلوا هل الموضوع دي يا ربي احنا ماشيين لانتصار ولا ما ماشيين لانتصار. القصة دي ماشي اللي تفاوض ولا ما ماشي اللي تفاوض. الموضوع دي يا ربي حيتحسن كيف. انا دار اقول لهم. اول حاجة احنا ما عندنا حاجة نقول اليكم. الاية قالت لكم. اذهب انت وربك فقاتله. اتوا معاكم الربنا سبحانه تعالى. وانتو اللي بتقاتله وبتدافع عن البلد دي عشان الحاجية. يعني انت لو خطيت كلاشك وطلعت من المعسكر ده قلت ماشي بيته ماشي بيتكم. احنا قلنا لك شيل كلاشك وافتح باب المعسكر. امشي دافع عن مواطن. امشي دمر ارتكاز بتاع دعمي سريع. ما قلنا لك خد كلاشك واستاء وتصل مرحلة من الاحباط. وتجي تقول والله انا ماشي بيتنا. القصة دي ما انا افع. انا ماشي هشوف شؤوني الخاصة. انا ماشي هشوف تجارتي. انا ماشي هشوف جامعتي. انا ماشي هشوف الحاجات دي وين. والسودان ما رجع. هتشوف الحاجات دي وين تتحول من مرتبة مقاتل مجاهد لمرتبة تاجر او اللاجئ. انت كنت بتقاتل بيشرفك وبيعزتك. تطلع تبيل في الدعامة ديل وتطلع تحوم والسودان مستند عليك والقوات المسلحة مستندة عليك والانتصار منتظرك. تجي في النهاية تتحول لازول اللاجئ دار تخش مصر تهريب عشان تشوف امورك. ما في امور تاني تتشاف. البلد دي لو ما رجعت مفزل امور حتتشاف. اصلا تشوف كيف. السودان ده هو قلب السودانيين. هو ده اللي بخلينا نتحرك ونطلع ونمشي وضهرنا مسنوط. احنا قاعدين نجلة دبنا في العالم ده مشهورين بجلة الادب ونخرتنا الفوق دي وعزتنا فيه شنو انت جائلة. ما بقول لك انا والله بكرة الصباح دي خلي الكافيل دي خرج لي ولا يدج لي خروج. والله بمشي الجزيرة بزرع. قول الكلمة دي في اي حتة في العالم مستعيل. اي جنسية في العالم ما بيقدر يقوله. ما بقول والله يا اخينا بكرة الصباح دي تقوليني خرج برجع بزرع. ما بتلقي حتة تزرعه فيه اصلا. ما بقول والله اخي اه 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 ا اه 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 اردني. يقول لك والله ينا لو فدقو لي خرج من الامارات بكرة الصباح بمشي بيشتغل في النيل اللي بيأت هناك سمك أعمل لي راكوبة والله يا صرف أعمل لي راكوبة بيع سمك إحنا السودانين الوحيدين اللي بنقدر نقول الكلام عندنا مليون قصة برفات أسادزة معلمين خبراء شغالين في العالم ده يقول لك والله اختلف مع رئيس الأمم المتحدة في الموضوع كده رجع عمل ليه حواشة وعمل ليه ستة بقرات وقاعد في إلة كوكو دي عشان كده ده دل بخلينا نحن نقول لده ابن عليز ول في الدنيا ما في زل بيقدر يمنع مننا حاجة إحنا ما دولة حبيسة إحنا ما زي دولة أثيوبيا دولة حبيسة ما عندها ميناء ولا عشان تعمل لا ميناء إلا تعمل حرب مع الصومال ولا كيني ولا السودان ولا تيجي تطمع في حدودنا باكرة الصباح دي حاسي ناس يشارك ديل كلهم لو السعودية دقت لهم خروج باكرة الصباح كلهم اخدت لهم مراكب في البحر دي صدو ما يخلوا ليهم الملون ده في البحر دي ما شنو الشعف 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 الشعب المرجانية دي يدمروا بيئة ذاته يدمروا ما حقتنا يا جنب حقتنا يا زوال يدمروا ذاته يبيعوها شفت مناظر ما في فإحنا قوتنا ياهود السودان ده ذاته لما تيجي تقول لي والله اخي البرهان قصر انت انت بلات حمادتي وبلات حمدوك وبلات الامارات وبلات الرئيس الكيني وبلات تشعد غالبك زوال واحد اسم البرهان ترسل رسالة صوتية قاعد فيه حتتك مرتاح سلام عليكم سيدة الغالب البرهان كيف اخبارك ان شاء الله طيب احنا والله يا اخواب فين من العمليات واحنا والله يا اخي جاينا نمشي الصفوف الامامية اخرونا وقالوا لنا تقعدوا في ارتكازات بكرة صباحة ملول لنا فيديوهات انا ده ريزو لتكلم في ناس رجعون مدرمان وضعهم الآن في الاول كان قويس قاطع الموية في تأخير في الموية ما احنا مدرمان دي ما كلها قويسة ما كلها قامنة ما كلها فيها اكل وأفران شغالة الحيطي حدارين توريين المشكلة وين يتل بالدسلس وبيزيدوا الأزمة انا دائرك تطلع فيديو توريين الخل الوين في مدرمان اطلع فيديو وري انا دائرك توريين الخل الوين في الارتكازات اطلع وري انا دارك تورينا الخالل وين جوا المعسكر احنا كل يوم شدنا مع البرهان غايدك ده معلومة ده أكسلة الغايد جاوبه لكن قال ما جاته تعليمات اطلع عن موضوع ده بفيديو انت ألف في المعسكر واحد فيك ونضحي بنديسرك احنا ما بصلك الغايد بنوديلك الغايد لا الله انت اطلع تكلم الخالل وين مشكلتك شنو النقصك شنو النقصك ده النقص السودان النقصك ده النقص السودانين انت لو الحادي نجستك كلاشك نجس زخيرتك نجس عشان كده بطنك طمت من الشغل ما بكرة البيت دي حيختصبوها والمرأة دي حيختطفوها والبيت العمر حدايا رسانا ما في زول حيقدر رجعها لان حضرتكم انت والله كتمت معانا البرهان قفلة معانا وتكفلة مع ميتين البرهان انت ذاتك شيل تلفونك ده بلو لما نقا من ذاته انت تبلو داي بلو انا ده عارف القصور والخلل وين سمعوا وصل اليو لاتين كلنا والله يا اخي احنا حريبنا الشغلة دي والله الشغلة دي شكلها ما ماشي جدا له ده حارب بتاع الصبر حارب بتاع الصبر ما حاجة اي حاجة يوم 14 يوم 15 طلعت اقولت لكم حاربنا دي النفس الطويل والصبور بس البنتصر ما في حاجة كل الموضوع اللي حيحصل في الموضوع كله بكلها انت عارف لما انت خش حديقة بتاعت اللعب بتخش الباب الاول بتيجي دي بتشوف دي لعبة بتاع ترعب بديك بيترعب صاحب يسمع بيترعب قال له بيترعب بين الناس ابو صلاح والجاغريو وعتيق كان الكبار ربنا يرحموني ان شاء الله ايه والله كلام عجيب قال له بيترعب المسال مغزال اه دعامة يعني قايتو كان عندنا تاريخ ورس جورج مشرغي اه الناس اللي ما بيرفهم درمان وبيرفهم درمان شافوها شافهم درمان العلامات المميزة اه البيت السوري لا لا ما البيت السوري جورج مشرغي جورج مشرغي دي دوم درمان اه اه فطايرة المصرية المعرفة اللي لا لا كان عندنا طابية شوارع كان الشوارع ذاته مؤرخة والشوارع ذاته محفوظة محطات محفوظة بداها برحلة من توتي من من درمان مره في توتي مرق لحد ما مرقه في كابويتا تاريخه فدي من درمان ذات السودان تاريخه طيب الله يا واحد ذكر رسولانا الحياة بتطيش كده قوات المسلحة الناس اللي عندها اعتراض على القيادة الناس اللي عندها اعتراض في الميدان على قصور القادة افضحوهم بلوهم انا ماذا اعرف افجدك انت افجد خاطئ انا ارحل لك المشكلة حقا انا دارينا احنا نعرف المشكلة وين بسبب المشكلة دي لح تخليك تحرد القوات المسلحة والاستنفار وتطلع معسكر قبل كده قالوا لي كان تلتمية وتمانين في القدارف فضلوا تمانين لا تعملين تدريب لا سلحون ستة شهور قاعدين بس مجدعين جوا المعسكر جنعوا في النهاية طلعوا وخلوه انا بقول الكلام ده عشان اضغط على القايد ولا افضح الموضوع الى البرهان لا 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 انا بقول الكلام ده كيف انت واحد زول واحد غايد واحد يخلي السودان القوات المسلحة تفجد ميتين وتمانين مقاتل تمسكوه ذاته يتبلى لما نفهم حاجة اي زول يتكلم اي زول يتكلم في السودان الناس البدعان في مصر الان الحملة كبيرة جدا على الشعب السوداني في مصر ودقر نقول للاخوة المصوريين حاجة في الحتة دي انه يا اخوانا الشعب السوداني ده لما مرج من السودان مرج حماية لاعراضه ومرق حماية لبعض ممتلق ومرق حماية لانهم ما بيزلوا ولا بتحملوا الزلة ولا البهدلة الناس دي طلعت من بيوتها عشان الحاجة دي حفاظا على اعراض ابناء وبنات ما بنمشي دولة تاني استضافتنا وقدمت لينا وفتحت لينا بوابة احنا نمشي نعمل الحاجة دي زي ما بيتهمونا الاخوة المصرين احنا في السودان عندنا مشكلة التجنيس ومشكلة الناس اللي بتدعو انه الجنسية بتاعتنا ما لانها فاكة بالتزوير وغيره لانه احنا شعب مضيف والله العظيم البخش السودان دي بيبقى سوداني كتير من الناس منتسبين لنا والحاجة دي الحملة المصرية على الشعب السوداني وانه يطلعون انا بقول لكم معاكم حد اذا عينت للعدد 8 مليون وما اخذت اجراء في النهاية بتتحول لاحتلال فالمصريين انتبهوا استراتيجيا انه العدد ده مهول العدد ده مفروض رجع بلده احنا دارين انا رجع بلده وضغطكونا البسووه اعلامين وارجعوا وتطردوهم احنا الضغطكونا ده بنحول وكلامكم وفيديوهات كنت بنحولها ليا سرعطة وبنحولها ليا برهان وبنحولها لكباشي اذا كانت العمليات العسكرية الخطة حقتها بتاخد اسبوع تاخد ثلاثة يوم عشان نزل رجعوا من درمان ورجعوا بحر ورجعوا الخرطوم لازم تكون في مناطق امنة يا سرعطة ونحن بنقاتل عشان الشعب السوداني الان هو بتدق الافتة مضيئة في عمارة بقول لك ممنوع الايجار لسوداني بتكلموا عن قضية بتاعة ثلاثة اربع عسر طردون في عمارة مجمع ما فيهم واحدة معاها زوجها كلهم ازواجهم مقاتلين معاك يا سرعطة في الميدان وما بتالوا واحدة فيهم ما بتنزل الدكان تحت ما عارف شارعوا بوين الناس بدت تستقوى عليهم لانه في مجموعة بتدعو انهم سودانيين بيبارسوا في نهبوا في سرقوا في قتلوا في اغتصاب وفي ارعاب ورعب للشعب المصري انا فاهم الحاجة دي احنا لو بنعمل الحاجة دي ما بنمرق من بحري واحنا لو بنعمل الحاجة دي احنا لو بنعمل الحاجة دي ما بنمرق من الخرطوم ده ما شعب السوداني وتزداد الهجمة وتزداد الحرب على الشعب السوداني حتى البر ديل باموالهم وبقروشهم باستثماراتهم وببزنسهم انا ما بقدر اقول حاجة حاسي مش ما بقدر ما دار اقول حاجة حاسي انا جا اتكلم في حاجة تانية جا اتكلم في حاجة تانية جا اتكلم عن شكل المؤامرة دي لما حصل تبديل لقيادة الدعم السريع من حميتيلي حمدوك مذكرين لما تم الاتفاق في هادس ابابا وحمدوك مش قاعد مع وبي احمد انا اللي اللي دار اتكلم عن القحات في الجزئية بتاعت المؤامرة دي ودار اشرح للناس موضوع الفاشر وموضوع الاتفاقية العمال حمدوك بتاع الكومول وانه المرحلة الجاية ماذا تخطط قحت في مؤتمر الاخير بتاع ادس فدي الحال بتطلب انه احنا كلنا نكون واحد وكلنا جيش غير كده ما حنعدي وقدامنا نهر صغيروني كده الاختبار والله ما صعب الاختبار ما صعب زي قبل شوية كنت بحكي لكم وطشت مني الحتة بتاعت الحديقة لما انتخش الغرفة بتاعت الرعب دي ما انت عارفة بدايته وين ونهايته وين بتجي ماشي بتصهر لك جمجمة مخيفة بعد شوية بتجي ماشي بتصهر لك مرة بمولع نار بعد شوية بتصهر لك زول بيسيف وساطور والقطر بتاعك ماشي دي كلها حاجات في النص المعركة دي من بداية لنهايتها هي صبر انت لو صبرت في الحديقة بتاعت الرعب دي وانت داخل بيت الرعب ده بتصبر دقيقة هو من بره بكلموك بيقول لك الموضوع ده بياخد دقيقة بياخد تلاتين ثانية انت عارف الزمن وعارف انه في النهاء انت حتطلع بهناك بتخش جوه فعلا بيترعبك لك من انك يتدافع قروش وعارف انه وافزل حاجت لك جوه وانت تدافع القروش براك ومشيت براك وعارف قال بيخليك تتحمل شنو بس بتصبر التلاتين ثانية دي في النص بيصهر لك خالي السيليك يقول لك احنا سنسخط الارصوات في النص بيصهر لك حمدوك ساقوم بانشاء حكومة بديلة في النص هتصهر لك السعودية والله سنقوم بمن برجدة ومن يخالف من برجدة سنفعل في النص هيصهر لك حميتي والله بقنابل النابلام والفسفور المضيء في النص هيصهر لك والله يا اخي بفضل الله برما والله البرهان الذي يقتل شعبه كلها في النص احنا ماشيين احو داك الباب وده الباب واحنا قطر ما بنجيف احنا ماشيين ماشيين الموضوع دا منتهي البصبر بين الموضوع الجرسة ما بتنفع الشغل دا ما داري جرسة لا جول معسكر لا بر المعسكر لا بر السودان لا لاجئ لا لابس كاكي لا جيش ما تجرسوا موضوع دا يا اخواننا مرحلة بس بتعدي هي عبور النهر اللي كان ابتلاء الله ما ابتل الناس الما قاتلوا او رفضوا يقاتلوا او اللي تبجعوا وقالوا وتطاولوا على الذات الالهية قالوا اذهب انت وربك فالقاتل كان بل منطق الربنا سبحانه وتعالى انتغم منهم ويوقف منهم المطرة ويجيب له النهر ابتلاء اللي ابتلاء الناس الربانيون الحواري المقاتلين المشوا قاتلوا مشوا في صحراء جفف دماؤهم المول فيهم كملت وجاه النهر الله قال لنا هبعد كله مش انتغاتلوا باسمي ولي دا الاختبار عد النهر بهناك الموضوع انتهى بس صرفه لكن الضغط الشديد بس عد النهر دا صرفه والله ممنوعين بس عد النهر دا موضوع دا بسيط القصة دي بسيطة موضوع دا ما بياخد حاجة قربنا تكة صغيرونا كده وتمشي الامور تكة صغيرة يدكم معانا يا اخوانا دفرا نقوم البلد دي انا بقاتل بيجاي في مخابرات وبقاتل في الدعامة وبقاتل في اعلام الحرية والتغيير شفتني جرسته بكفلوا ليه الصفحة لا جاك زول في الكوكب بكفلوا ليه الصفحة في ستة ساعات بيحزفوها من وجوده ما بعدين يا زول فيشني يعني انت مضغوض البرهان المستهدف دا ولا غير من المستهدف في الكوكب انا دا يا زول وما فاضل اي غيامة ما عندي لون اي حاجة فالناس تركز تثبت طيب نجي للمؤامرة الكبيرة اللي بتقود قائد الدعم السريع الجديد حمدوك في شهر سبع لما ادعمل المؤتمر بتاعنا الجامع دا في اديس ابابا وظهر فيه الرئيس الاسيوبي قالوا لا يعترف بحكومة شرعية في السودان المؤتمر دا دا عمل لإيجاد قائد بديل للدعم السريع لانه حمدتي عندهم في الحسابات مات وما ممكن غايد اختفي ثمانية شهور تقول ليه يهودا وتقول تميت وعن له ظهر وعن له سوى حمدتي دا مات وما بتتباني عليه اي حسابات سياسية ولا بتتباني عليه اي حسابات عسكرية ولا بتتباني عليه اي حسابات شعبية ولا بتتباني عليه اي علاقات دولية ولا بتتباني عليه اي منظومة لانه حمدتي دا الصنف وارهابي ما احنا الصنف وإرهابي هو الغرب ده ذاته الصنع الصنف وإرهابي منظماته ما إحنا ولا معترفين بإنه إحنا مصنفين إرهابي أساسا المرحلة القادمة كانوا يفتكرون في شهر 7-8-9 بل كثير الجيش ده يسلم والجيش ده ينتهي خلاص جهزوا قائد الدعم السريح وقائد الحرية والتغيير اللي هي تقدم حمدوك إنه يقود الدفة بتاعتهم طيب لحد هنا بيجي السؤال المنطقي اللي بنسأله للقاحاتها القاحاتها أميس فعمل اللون صفحة فرحاني يقول لك والله يا أخي الانصرافي أسماه الكتير دي كلها وإحنا قفلنا له أنا داير إجابة منطية وكتكلفت روحك تمشي تعمل صفحة وكلفت روحك تمشي تكفي صفحة زي القروب بتاع البوش القروب ده يتعمل بشعار لا للحرب ممتاز بيجيهم من الصباح أوردر وبينزل الصورة بتاعت غسان صفحته وصفحة وحيد وصفحة الصرف الجديدة يلا ورع أمشي أتفلوها لا بيقدر يتفلوا صفحة وحيد لأنه بلاغات البلاغات دي عندها حد معين بيبدأ الفيسبوك بيحذر وحيد أول يوم تاني يوم بيحذف له فيديو تالتي يوم بيديه إنزار ثلاثة يوم زي ما بيعمل لغسانه صفحته بترجع زي ما عمل لدراكولر اللي صرف صفحته بتختفي هم فاكرين إنهم بالبلاغات بيخفوها الموضوع دي يا أخوانا مشكلة بينه بين الفيسبوك ذاته أنا البلاغة المفتوح فيه ما عمل الصفحة مفتوح في الصود ده الصود ده البصمة دي ذاته البصمة اللي وده تكون ستين دهية دي ده المفتوح فيه البلاغ الجروب ده بدل يقعد يناغش لا للحرب كيفية إيقاف الحرب طريقة إيقاف الحرب بينزلوا منشور إنه اللي لقف إنه اللي صرفها صفحة مبروك يا واحد كان بيطب البوش قال لي اتا ماركي ده معانا قاعد هنا ماركي قاعد وين في قوالب البوشي بتاع البوشي ده يعني قاعد وين مارك يعني اتح همار ولا إشنا دي شغل أكبر منكم يا بهايم أفسي دي صفحات كتيرة بتنزل اللايفات ما بتقدر تكفلها لي ما بلاغات العادية أنا ما موضوعي بلاغ ولا ينتبه بتكفلها دي خوارس 100 من 6 ل 8 ساعات وحسي عملت لهن حركة والصفحة دي مبارح قاعدة والليلة قاعدة ولا رأيكم شنو يا بوشي ما يكون ما قفلتون باري لماذا لم تستطيع ان تغلوها أمس لاناك يمر القروب بتاعك بدل يناغش لالي الحرب كيف إعادة أموال المواطنين كيف ضمانات عدم تمرد الدعم السريع كيف ما عندكم القدرة فهي قروبات دافعة عليكم الدعم السريع دارة أوريكم إنكم دعامة بس وإنكم عندكم مشروع قحت دي دارة أسألكم سؤال في جروباتكم دي يا بوشي السؤال حتقللي لدار إيجابة هم هس دعامة المتسترين ورى البوشي ديل قاعدين في اللايف دا أنا دارة أسألكم سؤال وأنا مخترغ للجروب بتاعكم طبعا الجروب بتاع الواتساب بتاعكم دا مخترغة فأنا حشوفكم منول حينزل السؤال دا لماذا غيرت قحت اسمها من قحت إلى تقدم طبعا عشان التخلص من اللا لماذا دار تتخلص من شنو ما عشان الجرائم أنا دار القحات هم اللي اسألوا خالصي لك قل له ليه غيرت اسمك وإنتو نفسكم قاعدين أوريك ليه عمل أول القحاتة بالوثيغة الدستورية الشرطة لون البرهان الليلة على لسان السيد ياسر العطاء الوثيغة بتقول إنه القحاتة يختاروا الرئيس الوزراء لقوا إنه المنظومة الجديدة وسيد القاعدة الجديدة للدعم السريع حمدوك إذا مشى بالطريقة بتاعة قحة المتفقى عليها إنه الأحزاب السياسية تختار رئيس الوزراء تختار رئيسه فحمدوك ما هيكون عنده كنترول عليهم قاموا كنصلوا قحتي دي تماما عملوا الرئيس وجابوا له الناس تحد زمان كانت كيف قحة قحتي تحد بتجيب الرئيس حقها وقع ما موضوع إنه تخلصوا من الجريمة وغيره الواضيع إنه دارين إخدتوا ليه حمدوك موقف جديد دارين إخدتوا ليه بوزيشن جديد دارين إخدتوا ليه وظيفة جديدة الوظيفة دي بالدستور بتعقحت بتحتم إنه إيجي فيها ثلاثة خيارات حمدوك عمر الدقير مريم الصادق غيره هم يختاروا ببناء على الترشيح حمدوك ممكن ما يفوز لأنه حمدوك بسم الله الرحمن الرحيم إنجازاتك رئيس الوزراء زيرو إنجازاتك اختصادي زيرو إنجازاتك السياسية زيرو هي دخلت إيصال واحد ما جبتوا للبلد يقول لك الكيزان دفعوا إنتهي القروشة الكيزان خليها القروشة دفعتها للأمريكان أسأل وزير العدل وينه اللي صال حقها ما جابوا الأمريكان قالوا ما دفعته لينه قروش زاعته وينه الورق حقها اللي صال وينه دفعت بالقروشة حمدوك حمدوك ده ممكن تضعن فيه سياسيا فقحتي كل يوم ممكن تطلعت يقول لك والله أنا ما راضي بحمدوك ليه؟ لأنه قحتي كانت فوق لي حمدوك قحت فوق لي حمدوك بالوثيقة والاتفاق حق الأحزاب تقدم جابوا حمدوك حتى بعدين قال ليه اللي هاك دي الورق يختار ناسك الدائره طوالي طبعا خالي سيلك ده ما قال عمالس طوالي قال عماشا مريم الصادق قال عمالس صديقة الصادق قال عمالس أم بورما قال عمالس بيقوا تحتو حلو لحد هنا الحلوة دي الحلوة دي يبقى حمدوك رئيس منه؟ رئيس الحرية والتغيير في منظومة جديدة اسمها تقدم في قحت الحرية والتغيير كانت رئيسة حمدوك هي الجابته في تقدم حمدوك وجابون المجتمع الدولي دارد دي حمدوك شنو؟ باورية قوة كده لما ماشي تكلم مع وبي أحمد يتكلم كحكومة بديلة احنا الحكومة البديلة دي ذاته عندنا فيها سؤال برضو دار البوشي يكتبه في جروبه بدل يخلي الصوات والبطالة اللي بيسوي فيها السؤال الثاني السؤال اللول كان لماذا غيرت قحت نفسها الى تقدم الفايدة شنو يعني بتغيير الاسم الفايدة قلنا هي تغيير الرئيس كان الزمان بترأس حمدوك أصبح الآن حمدوك يرأسه في تقدم هو صاحب الكلمة العليا والدنيا هو اللي بيحرقهم هو اللي بيقاعدهم هو اللي بيعمل اتفاذات هو اللي ما بيعمل اتفاذات هو اللي بيمشي هم ما عندهم سيء ما فيها اسمها اجتمعت مكاتب تقدم ورأت رؤية وقدمتها للرئيس بتاعه هسا حمدوك ما مش يوقع مع الحلوة عبدالواحد تقدم عندها علاقة بالموضوع مش كحمدوك هم كلهم خدم حمدوك كلهم بقرات بلا حليب حول حمدوك رجعوا تاني لقصة انهم نكونوا بقرات بلا حليب حمدوك هو الجوكر الحيعمل العملية البطالة في السودان وفي نفس الوقت العمائل الحيعملة حمدوك لا تنسب للأحزاب هو قحتي ما هربت من جرائم الفاتد بتغيير الاسم قحتي هربت من الجرائم الجاية فيشيل ابنه الوضح حمدوك حمدوك ده لا معرف له اصل ولا فصل ولا نسب ولا حسب ولا بيت ولا عنده علاقة بالسودان بكرة الصباح جاب الفصل السابع ما فيزو الحمشي بللو اهلو ما عارفين اهلو وين ذات غبربه ذات وين هو ما عارف غبربه وين والموضوع ده طبعا فاهموش لما غيروا المنظومة جمعوا بين الدعم السريع وجمعوا بين الاحزاب السياسية في اتفاقية ادس ابابا الوقعها حمدوك ووقعتها الحرية والتغيير الوقت ده كتكون الكيانة الجديدة لحيمشي المرحلة التانية المرحلة التانية اشنو المرحلة اللولة كانت تمرد حمدتي حمدتي طبعا ايسام الخالة والدولة يا الله الجماعة ناكرين وبتاعها البرهان لما سألته الخواجية في اتماع القوة المتحدة في نيورك قلت له يا اخ اسمع حمدتي اللي اللي عمل خطاب قال له لا ارود على كلام مجهول المصدر يا اخ ده حمدتي بجهول المصدر كيف يا قال له ما بعرفه ازينا يا ابرهان عارف في شنو اوه انت عارف وانا عارف وقول لانا عارفين ما بتبني عليه حسابات الزول ده مش علي الله فداموا جمعوا الدعم السريع مع الاحزاب دي وخطولا الرئيس الجديد عمك حمدوك بغض النظر عن كلامنا كله في حمدوك ده انسى واحنا نتكلم سياسة الولا حمدوك بعمل الحاجات الغريبة اكبر حاجة ممكن اعملها حمدوك شن يجيب الفصل السابع كان ما عنده حاجة يعملها اخطر حاجة اكبر جاب الفصل السادس ويتبلع حمدوك وخليناه ويقدم استغالته كشابس وذالي حاول افرض عقوبات على البلد وتمرد وعملينا فيها هامش وما هامش وخرابيطه وخليناه حايم تماما كما الصفق في شارع النيل ما عنده اي غيمة في الكوكب ده ولا وزن ولا نقيم له اي وزن قام حمدوك اقترح مقترح انه تتكون حكومة منفى في اديس ابابا قال الكلام ده تقدم قال الكلام ده خالد سيلك قال الكلام ده ياسر عرمان اعلنوها عديل في الشهر سبعة في الثلاثة وعشرين في اديس قال له هنعمل حكومة منفى خدت ليه الموضوع ده بالجنبه سلام عليكم ركزوا معي شديد 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 انا بزارك شافلك حاجة صغيرة كده شيل الموضوع ده خدت معي في شنو؟ على ايدك اليمين او ايدك الشمال مش في العلمة المالفين اللي في الجامع داك والجسمة بقولك خدت معاك الاربع اطلع معي بالموضوع ده في الاربع حمدوق اقترح انه يكون حكومة منفى يدير بها السودان من الخارج ويلغي شرعية البرهان كلام ده حقيقة ولا كيزب؟ كلام ده حقيقة سمعنا من منه؟ من الرئيس الكيني من الرئيس الاثيوبي وبي احمد الكلب ده للسودان ما عنده رئيس وما عنده حكومة وما عنده شرعية وحيشكل خطر علينا عشان كده احنا حنوقف طيرانه حنطلع المدفعية خمسين كيلو من المدن اتكلم لينا ابي احمد الكلب ده ابي احمد الكلب ده اتكلم ده دليل على انه داريني فاعله حكمة المنفى حلو خط الموضوع ده معك بالجنبة تعال نتكلم عن انه في حكومة تانية في السودان لو قلنا لك حتقوم حكومة تانية في السودان بقيادة الدعم السريع حتقوم وين؟ حتقوم في الفاشر عشان كده العالم كله مستهدف الفاشر من هنا الرسالة للفاشر وبكرة عندي لايف للفاشر بس بالاسم بالقبائل بالادارات الاهلية بالقوات الموجودة بالحركات المسلحة بقادة الكفاح الفاشر دي لازم تصمد ودرس قدمته الفاشر للخرطوم وانا بقول لهم الفاشر قدمت للخرطوم درس قالت ليهم عينوا تلاحم القوات المسلحة مع المواطنين احنا شفنا المراسل الحربي في الفاشر كان داكا وشفنا شاعلك لاشا في ارتكازاتها المتقدمة كان داكا وكانت بتمشي تأكل اولادها في البيت وبيجي شاعلك لاشا بتمشي تجيب في الارتكاز دا النموذع جدار ان الخرطوم تقوم عليه والليلة السيدة الوالي اعلن عن انه المستنفرين في ولاية الخرطوم فاقوا الستة وتلاتين الف في تزعتاشر معسكر الليلة الوالي الخرطوم صرح عن المقاومة الشعبية والاستنفار كبروا يا اخوان الله اكبر دا دائرة تنظيم وعادة ترتيب دا كلام البرهان في عطبرة المستنفرين مدربين مسلحين مشتتين هس قالوا ينظموا ستة وتلاتين بيعملوا شغل ولا ما بيعملوا شغل الفاشر قدمت درس للخرطوم فانه تلاحم القوات المسلحة مع المواطن والخرطوم قدمت درس للفاشر وحتقدم لها درس انها صامدة تلتاشر شهر محاصر المدرعات محاصر الاحتياطي محاصر كرري مقطوع الكباري مفصول الاتصالات كانت الخرطوم وما زالت صامدة احنا بنقول للفاشر اذا بتسمعوا كلام الخواجات بتسمعوا كلام الامة المتحدة غنوات الحدث والعربية الفاشر بلاد اشباح الهجوم المكتساح احنا ما تخافوا وما ترجعوا ما تنكسروا وقيفوا زي ما وقف الخرطوم درس الرسالة بترسيل الخرطوم للفاشر فاشر الصمود فاشر التاريخ الفاشر دي ما حقات اهلا الفاشر دي تاريخ السودان تاريخ افريغيا والشرف لكل المحيط الاغليمي ده الفاشر السلطان دي دي اسمه وتعارفين منه انت عارفين منه صح؟ لو مشيت السعودية سألت منه بوروك لو مشيت الاماكن المقدسة بوروك دي ما حقات الدعم السريع ولن تكون حقة الدعم السريع ولا حيحصل استهداف الفاشر دارين اعلنه دولة ودولة مستغلة ليه؟ الدعم السريع بسقوط الفاشر مجهزين حكومته انه انت عارفين الموضوع ده ايجي الدعام حيعلن الحكومة يبقى السؤال الاستراتيجي التالي لسيد خالس لك اللي هو بيهدد الان بانه حيقيم حكومة منفى توقيع عبدالواحد والحلو مع حمدوك بيسمع حكومة منفى ما هو وقع معاو بصفته رئيس وزراء شنو؟ سابق لا لا ما خلاص رئيس وزراء يبقى هو الان ده رئيس وزراء يدعمل معاو بصفته ما رئيس تقدم رئيس وزراء وقع هتبقى عندنا حكومتين قحت عندنا حكومتين حكومة في الفاشر بقيادة الدعم السريع وحكومة منفى بقيادة حمدوك خالس لك الكلب ده هيكون وزير فياتة فين هيعترف فياتة ولا هتوحد بينهم والله شفت ديته وما لفيته الكدامة ده الا اطيره في النهاية هتبقى حكومة وحده هي حكومة قحت والدعم السريع دي الجاية ليه هي جاية لانه دعم المؤتمر الليلة شفتوا انه سونا العولة قال نواقس ما هتو عارفين كده قال ليه الاجتماع ده في ادس ابابا اجتماع من ستمائة شخصية جاي من تلاتين بلد اعلن عنه خالس لك نائب رئيس تقدم نائب رئيس والوزراء حمدوك السابق الاجتماع ده حيناغش شنو الاجتماع ده حيناغش شنو حيناغش الكلام اللي قاله حمدوك مع الحلو قاله بصفته الفردية المفردة قال له الحلو احنا دارين حكومة علمانية ودارين نفصل وتغرير المصر للشعوب السودانية الكلام ده الشارع ما تقبلوا والغربي ما تقبلوا هو ده دليل هنا في رسالة هنا مترجمة الغربي طبعا عاملين فيها شفوت الخواجات عاملين فيها شفوت شفوتوا ما حزبين حساب الكهنة الكبار المدورين القصة فنوا وحبيبي فنوا قيب يعني اسفدا ال جناديه قفل التلفون العامل فيه ده ارجع لكم واحد من الخواجات دي اللي هو التغرير بتاع انتليجنس امس اتكلم عن عدم قال لك تفادى المبعوث عليك الله غسلين نزيل اليهم في الصفحة دي ذاتة في صفحة جينتا ورسل الينا نزيل اليهم في الصفحة دي قال لهم في انتليجنس قال تفادى المبعوث الامريكي الظهور مع رئيس الوزراء السابق حمدوك لانه قعد مع قوات الدعم السريع هنا بيجي السؤال بتاع جعفر حسن قال لو وصفنا قوات الدعم السريع ارهابية هل هيوقف الحرب قلنا لو على اقل العالم هيعترف انكم ارهابيين والدعم السريع ارهابي فما حد عامل معه تاني بالصورة علنية والدعم اللي هجيه حيجي فيه وده اكدوا لك المبعوث الامريكي قال اوامس زحى من حمدوك طيب طبعا دي درامة خواجات بكرا صباحا دلقاو حاضنه العملية دي كلها تحضيرات وتجهيزات للمؤتمر ده المؤتمر ده حيناغش الكلام اللي قاله حمدوك مع الحلو لما الحلو حمدوك قال له الحلو تعالى نعمل علمانية وتعالى نحدد تغرير المصير وتعالى نجيب مساعدات من برا ده ما كلام بتاع زول سرق سيادة الدولة ده ما كلام لما انت تواجد في المحافلة الدولية باسم السودان وانت ما مخول يبقى انت حرامي حمدوك سرق الحاجة دي وهو بيمارس في مهام انه هو حكومة بتاعت منفو ويجير السودان تماما بيعمل اتفاقات بيقعد مع دول ورؤسات دول بيحدد ان المساعدات تجيبه وين ده بيمارس صلاحياته طيب المؤتمر ده حق أدس أبابا حيناغش الكلام اللي قاله حمدوك لكن حيناغشه بصوره موسعة لما نجي نقول يا اخي علمانية الدولة فصل الدين عن الدولة الكلمتين دي للشعب السوداني بحكم عقيدته ودينه بيرفوضهم وشاف تجارب بتاعت الناس الطبقون لقاهم ما هم جايين اعملوا حيادية مع الأديان هم دي الجايين مستهدفين دين واحد فالناس حترفوضها الستمائة ونفر الجايين أدس أبابا حيقعد نقشو في الكلمة دي كل واحد برؤية مختلفة تذكروا الناس اللي عندهم ديقون تذكروا كانت الممارسات تذكروا الحفلات تذكروا كانت يضربوا البيت الماشى في الشارع كل واحد حيقدم فكرة في النهاية خلاصة فصل الدين عن الدولة لما نجي خالس سيليك يقول انه احنا حنطبق الاتفاق ده في السودان ونفصل السودان تغرير مصير ونفصل الدين عن الدولة احنا سياسيين مدنيين يا حمدوك احنا محتاجين قوة تخلينا نطبق الكلام ده في أرض الواقع القوة كانت منه الاتفاق الاطاري كان محروس بمنه كان محروس بالدعم السريع خالس سيليك تجرى نزل الاتفاق الاطاري على الندوات وعلى الجامعات وعلى الشوارع وعلى برلمان مدني ابدا خالس سيليك مشى وقع مع القوة الحتحرسله والاطاري عشان كده حصل الانجلاب ده رفرده بالقوة ما قال يا حرب يا اطاري فانت لما تجي تنفسي الحاجة زي دي في شعبك لازم تكون حارسة بقوة فقامه حيسألوه في المؤتمر الخواجات حيسألوه في هادس ابابا يقول له انت حسي حتفصل السودان ده تغرير مصير وتجيب العلماني حتعمل الحاجة دي حتحرسه بياتقوة هقول له ايوان بالمناسبة وموقع مع الحلو عنده جيش ومع عبد الواحد عنده جيش السؤال الاستراتيجي يا خالس سيليك موقع حمدوك السياسي والاجتماعي وصورته في العالم الخواجات قالوا صورته يتهزد بعد توقيعه مع الحلو هل حمدوك غبي لدرجة انه يوقع مع الحلو قبل المؤتمر ليه ما كان انتظر يعمل المؤتمر بتاع اديس دا الليلة وبعد يومين يمشي يوقع مع الحلو عبد الواحد هل اللي قال كان سياسيا اللي قسند ليه حمدوك استعجل خطوة توقيعه مع الحلو وعبد الواحد ويظهر انه يعمل على تدمير السودان ويتحمل الاقلام ويتحمل الاصوات ما كان يصبر يومين ويوقع مع الحلو فاهم يا خالس سيليك عشان لما انتجي انت في مؤتمرك دا هتطلع قرارات ضد الشعب السوداني وهتطلع قرارات ضد عقيدة الشعب السوداني وهتطلع قرارات ضد مطالب القوات المسلحة الغرارات دي لازم تكون محروسة بقوة فانت لما هتطلع تتكلم هتذكر انكم وقعت مع الحلو عنده جيش وقعت مع عبد الواحد المتمرد عنده جيش حتيجي تقول والله الشعب رفض الاتفاقية حق حمدوك والحلو احنا يا اتفاقية الحلو حمدوك يا الحريب حتيجي تقولها تاني المؤامر دي ماشى والنزل ما حيجيفه وحمدوك خططه في تكسيم السودان ما حيجيف وتضييع الشعب السوداني ما حيجيف الحلو الوحيد للحاجة دي هي التعبع العامة هي السند القوات المسلحة هي وقفة قادة القوات المسلحة هي وقفة الشعب السوداني في حقه الناس البر والناس الجوة ما عندنا حتى نمشي غير السودان بكرروا بكلمكم تاني وبعيد ليكم وقبل الحرب دي ما تبدأ قلت لكم حتمشي مصر وحتمشي اسيوبيو حتتقفل فيكم الدول وحيطردوكم لانه ما في النهاية هدف يعالجوا ليكم مشاكلكم ولا يحتوكم ولا يؤوكم الغرض الاساسي هو فناء الشعب السوداني معركتنا القادمة دي الان بقت واضحة ادوات كلها في يدنا المقاتلين الفي الشارع 75% دي المستنفرين من القوات المسلحة دي عمود القوات المسلحة بكلاما قايد العام هم دي الشعب السوداني المستنفرين دي التانا ما في حيب يترجعون وما في اتفاق بيقاعدون وما في مفاوضات ولا في سلام هدفنا حيبقى واحد القضاء على الدعم السريعة حيث اي مسمى واي شكل القضاء على احزاب الخيانة واول قاعدة تتعلمه في السياسة عزيزي المستمع اذا انت دارت اخوش حزب سياسي او كيان سياسي اذا دارت اخوش حزب سياسي او كيان سياسي اول حاجة بقول لك المشروع حقك ده السياسي لازم يكون وطني خالسي لك حساباته مشروعه مبنى على الاطار جابته جابه فوكلر وجابته بريطانيا وجابته السعودية وجابته الامارات اي زول في تقدم مشروعه خارج اي زول في تقدم بتكلم عن السودان بتكلم بالسند الخارج حنعمل ليكم حنعتغلكم حنفتح فيكم بلاغ حنجيب ليكم الفصل السابع حنوقف طيرانكم ايها الامر المتحدة عينوا البرهان وجيشوا بيعملوا في جنو جيش الفلول ما في مشروع وطني ما عندهم مشروع ما في مشروع مشروع هو تكسيم السودان والنزل وتورط وانتهى الموضوع قل لنا وصلنا مرحلة الوعي المسلح الليل احنا رفعنا نداء الحصائصة وحنرفع نداء كل الولايات والمدن الفاشر الصمود لازم يحصل لها عمداد القوات المسلحة لازم تمدها بابا نوسا القوات المسلحة لتخطها في الاولويات ايها ساد الطيارين الدوق تعليمات لبابا نوسا حبابك ما الدوق تعليمات تشحن طيارتك دي امشي السوق قل لنا اخوانا انا مودي حاجات بابا نوسا امشي السوق عديل السوق تاتشر قل ليه بتاع الخدار انا مودي حاجات بابا نوسا انا طيار حربي سوداني مودي حاجات بابا نوسا واربط المظلة فيها ونزيلة ليهم زماجة التعليمات التعليمات اللي بتجيكم كلها تقدم هجوم اسناد انداد اي تعليمات غير كي تتخلى في مكتبة والطيارة دي عندك في الجو وعندنا قصة بطولية بعدين حتحكي لكم انه قايد طائرة سودانية عمل عملية انتحارية عدلت كفة المعادلة تاني يوم من المعركة دي ده ما خالف تعليمات ده صنع التعليمات المفروضة الناس تمشي عليها احنا هنجيف مع الفاشر ومن بكر احنا ساندين الفاشر سودان كله الفاشر كل السودان الفاشر كل القوات المسلحة الفاشر انا دار اسمع تاني من اي عسكري يطلع لايف من بحري يقول الفاشر امنى انا ما دار اسمع اناس الفاشر يقول الكلام ده انا دارس مع مواطن في مصر يقول له الفاشر كيف يقول الفاشر صامدة وامنة بأهله وبرجاله بامداد الشعب السوداني انا دارس مع الناس يقولوا الجزيرة اامنة وصامدة ما دارس معه من الجزيرة انا دارس معه من حلفة دارس معه من حلفة يتكلموا عن الجزيرة ودار تكلموا عن انه والله قوات متحركة داخلة على التكينة يتكلموا المواطنين برا في القضارف انا ما دي اتكلم عن ارتكازات القضارف وما القضارف الموضوع ده في يد الشعب السودان الآن الكورة في يدكم والميدان في يدكم ديك المعسكرات داك السلاح ديك للقادل ما بيمشي معاكم صاح يمشي يا الله نقط عرب ينتهى ما تشكوا لي منه ما في زاني جياش يشكي من قايد وجاتني تعليمات وما تعليمات تعليماتك الصح يهو داك من تسمع نداء الاستغاثة تسمع صرخة مرأة تسمع ان الدعم السريع بيستريح في غريق لحد هنا يجيف الموضوع ده النين الابيض من بكرة الصباح ما عندكم شغلة غير تأمين النين الابيض وقفوا اي مشروع المشروع المجهود الحربي وقفوا اي بناء البناء هو الارتكازات المتقدمة وقفوا اي مدرسة المدارس هي تعليم ابناء نديل انهم يدافع عن نفسهم يدافع عن اعراضهم يدافع عن السودان ده البلد ما بيجي عاوز المشوار طويل والمشوار صعب المشوار ده دار صبر دار ثغة في الله عز وجل هي الدنيا ده كلها بنعيش ساعتين يعني تعيش راجل وتعيش بقرامتك يتموت بيتموت في كل الحالات في ناس بتقع طيارة في ناس بيغرقوا في سفينة في ناس حادث في ناس عملية في ناس في اي حاجة هو في النهاية حموت احنا لكن انت الان بيتموت عشان يحيا بعدك الاف السودانين الليل احنا العسكر الواحد قدامنا ده بيستشهد في سبيل استشهاده ده بيأمنوا الاف وبيضمن انه الله احنا عسكرنا محسوبين لانه قلنا الرجال نا شوية احنا مع موضوع انه والله ناكسر رجال وناكسر ما هو ده الماسكرات بتتفتح بخش يومين بيهيجوا بيكفر الباب بتخارجوا احنا مشكلتنا في الرجال الرجال نا شوية لكن والله الواحد اللي بنقدمه بغير في المعادلة ده المعركة ده ما مع الدعم السريع المعركة مع الخوان اللي اسمه انقحت ده الخوان اللي اسمه انتقدم الخوان المستهدفين انه قون انتو هم هم ما حيخلوكم وما كل ما تحصل لنا نكبة الناس ترجف احنا بنعمل فيه بنعمل فيه ده لشنا لاي بنعمل فيه ما قاعدين في بيوتنا امنين جونا المستعمرين ده لسرجو اموالنا اتا قاعدة تشوفهم كل يوم بيدخلوا غرية وبيستبيحوه هتتكلم معانا احنا ما ادريش تتكلم معاهم اظهار القوة في السودان واعدوا لهم الاعداد ده والارهاب كل الادارات اللي هلية كل القبائل بكرة الصباح كلاشاتك فوق دار انه شوف الحركة منكم ما تقول ليه جيش كون جاو جيش كون ما جاو ما في جيش بيجيك ولا داري جيك ولا طلوا ميتين نسا قوم انت ورين الجيش دي يجيسوي شنو زاته اللي بتكلم في القائدة تتكلم في الادارة الاهلية حقتك قبل ما تصل قيادة القوات المسلحة قيادتك انت ادارتك الاهلية قيادتك انت راجلك في البيت قيادتك انت ابوك في البيت ابوك انت في البيت ده القيادة شوف ابوك يبقول في شنو اسألوه قبل ما تسعلوا القيادة بتاعت القوات المسلحة حاجتنا قواتنا دي 36 ألف احنا 50 مليون مساحة السودان مليون و 800 ألف كيلومتر مربع نقسمه الليك كيف نقسمه الليك كيف ننتظر اني جي اختصبوك اختطفوك ساو مبيك بعربية 8 كنت عربية 8 كنت 20 مليار تجيفي تجيفي ابوك ده بسوي في شنو اتحرك مشى الحامي ولا ما تحرك مشى الحامي زوجك ده تحرك مشى القيادة السلح ولا ما السلح ولا داري فكك داري بيعكو قبل البيع اللي بتقولو من قيادة القوات المسلحة ما ده زوجك الماماش يدافع عنك ده الماتحرك ولا وقف دكان ولا طلع له شوال بتاع سكر وداوا القيادة ولا الحامي العسكري ولا الاستنفار وقف اداهم جردل بتاع موية ده حيارز كيف ده بعدين ده غياء التكنية تتكلم معه ده خيانة بتبدأ من هنا حفظ الله الشعب السوداني حفظ الله القوات المسلحة نصر الله الامة السودانية